اشتركوا في القناة وبمجرد أن تراها ستعود إليها هكذا تبدو أوكرانيا لا يمكن الخلط بينها وبين أي شيء آخر ومن المستخيل أن تتخلى عنها أيها الناس الأعزاء إن الأوكرانيين يسدون ديونهم دائما وأولئك الذين تسببوا في مشاكل أرضنا سيغسلون على مشاكل في أرضهم والمزيد من المشاكل وكل من يريد أن يزرع الشر على أرضنا سيجني ثماره على أرضه هذه ليست نبوءة وليست شماتة وليست انتقاماً آماً بل إنها قانون إنها عدالة إنه رد على الشر وقد بدأ إطلاق هذا الرد ليس بعيداً عن المكان الذي أسجل فيه هذا الخطاب مقاطعة سومي، قرية مهرسة ونهر بسو على بعد بضعة كيلومترات من حدود دولتنا الحدود بين أوكرانيا ومنطقة العبودية بين الخياء والموت الحدود بين دولة أوروبية مستقلة وبين المنظمة الإرهابية الأولى في العالم قبل 913 يوماً شنت روسيا حرباً ضدنا بما في ذلك عبر مقاطعة سومي لقد انتهكت ليس فقط الحدود السيادية ولكن أيضاً حدود القصوى والحس السليم لقد صعدت بالشدة إلى شيء واحد إلى تدميرنا وبدلاً من ذلك نحتفل اليوم بعيد استقلال أوكرانيا الثالث والثلاثين وما جلبه العضو إلى أرضنا قد عاد الآن إلى موطنه والذي أراد أن يحول أرضنا إلى منطقة عازلة فالآن عليه أن يفكر في كيفية منع بلاده من أن تصبح دولة عازلة هكذا يرد الاستقلال يرد على مهانات أهلنا المدنيين الذين تستهدفهم قنابل جوية وصواريخ وهل مهانات أبائنا الذين شاخوا وأبنائنا الذين يجبرون على الدراسة تحت الأرض لجميع أبناء شابنا الذين يفضلون ألا يعرفوا أسماء هذه الأماكن الملعونة في حياتهم سافسليكا وأولينيا وأنجلس ولكن للأسف الأوكرانيون يعرفون هذه الأسماء ولهذا السبب سيعرف عدونا ما هو الانتقام الأوكراني الانتقام الكريم والمتناسق وبعيد المدى وسيعرف العدو أن الرد الأوكراني سيصل عاجلا أم آجلا إلى كل جزء من روسيا التي تشكل مصدر خطر على حياة دولتنا وشابنا إن عيني رئيسهم الباهتتين ترى العالم كله منطقة رمادية لكننا لن نسمح بتحويل الأرض التي يجب أن يرفرف عليها بحق العالم الأوكراني الأزرق والأصفر إلى منطقة رمادية فالرجل العجوز والمريض من الكريملين والذي يهدد دائما الجميع بالزر الأحمر لن يفرض علينا أي من خطوطه الحمراء فقط أوكرانيا والأوكرانيون هم من سيهددون كيفية العيش والطريق الذي يجب أن نسلكه والخيارات التي يجب أن نتخذها هكذا يكون الاستقلال توطي أوكرانيا مفاجآت مرة أخرى وروسيا مرة أخرى في حالتها الإعطيادية هكذا تصور وسائل الإعلام العالمية بشكل عام أخداث كورسك فهي تظهر كيف تعامل روسيا مواطنيها الذين تسميهم السكان وما هي قيمة مزاهمهم بأن روسيا لا تترك مواطنيها كيف تنهب جنودها المتاجر هذا ما تبدو عليه روسيا بوتين في أهين العالم والعالم كله يرى كيف أن جنودنا يعطون السكان المحليين الروس الماء والغذاء والدواء ويقول الناس من الجيد أنكم هنا الآن وليس رجال قدير هكذا تبدو كرامة أوكرانيا وحضرتنا وفضيلة استقلالنا قبل 33 عاما ولدت أوكرانيا من جديد على خريطة العالم واليوم أوكرانيا تفوز بقلوب العالم إنها تلهم بشجعتها إنها تقدم مثالا على عدم الخوف من بوتين وهي توحد العالم حول رؤيتها الأوكرانية للعالم القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون الإرهابيون في لاهاي وليس في بلداي ولن يسأل أحد في العالم مرة أخرى أين أوكرانيا واقع لأن كل قرر الآن تقول أوكرانيا يجب أن تنتصر وهذا يغذي استقلالنا إن أوكرانيا ليست بحاجة إلى مناطق دولة أخرى بل نحن بحاجة إلى السلام والهدوء على أراضينا على كامل حدودنا التي يبلغ طولها 6992 كيلومتراً براً وبحراً وجواً وداخل البلاد سنخرص قيمنا في كل مكان تماماً كما يفعل جنودنا في جميع اتجاحات خط المواجهة وحدود الدولة التي تحددها أهمدة الحدود وإرادتنا ونضالها يرمز إليهما شعبنا المدفعون عنا وهم أهمدتنا أولئك الذين تتماسك أوكرانيا على أكتافهم في خاركيو وكوبيانسك وزابوريجيا وخيرسون في بوكروسك وطوريسك وشاسي فيار في اتجاحات ليمان وسيفرسك وكرماتورسك وخوراخيو وبرميفكا وهليبولي وأريخيو هكذا يتم النضال من أجل الاستقلال وأود أن أقول لجميع جنودنا اليوم أتمنى لكم مستقلاً أقوى وشكراً لكم يا رفاق عندما ظهرت الحاجة للدفاع عن أوكرانيا قلتم كلمة قصيرة تمام ومنذ ذلك الحين كنتم تقضون على المختلين لمدة 913 يوماً على التوالي أنتم وحدكم تعرفون مقدار الجهد والعرق والدم وعملكم الشاق الذي يقف حقاً وراء الإخصائيات الجافة عن خصائر الهدو أنتم وحدكم تعرفون ما يعنيه حقاً الاختفاظ بالموقع وماذا يعني قصف متفاهية الهدو وطائراته طوال اليوم ما معنى أن تصمدوا علماً أن العفاريت تتقدم لقد حافظتم على استقلالنا وما زالوا تحافظون عليه أشكر كل من يساعد جنودنا ودولتنا كل من يعيش ويعمل للخفاظ على استقلالنا وحياتنا الطباء ورجال الإنقاذ والإطفاء ومهندس الكهرباء والمتطوعون ورجال الأعمال والشرطة والمزارعون وعمال سكك الحديدية والمعلمون والطلاب جميعهم الأوكرانيون هنا والأوكرانيون في الخارج الذين يساهدون ويرسلون إلينا الأشياء الضرورية ويخبرون العالم عن أوكرانيا وكل من هو مع أوكرانيا في الأراضي المحتلة مؤقتاً كل الأوكرانيين الذين لا حدود لقوتهم وإرادتهم جميعهم أشهروا بامتنان كبير لهم في هذا اليوم وفي كل يوم من أيام هذه الحرب التسعمائة وثلاثة عشر لعمل كل واحد منكم لإثباتكم أن الاستقلال مسألة تخص الجميع ولاها أبعاد كثيرة وكل بعض من هذه الأبعاد يجب تحقيقه من أجل الدفاع عن استقلال شامل هذا هو الاستقلال الاقتصادي واستقلال الطاقة إنه الاستقلال الروحي لشعب الأوكراني وكنيسة الأوكرانية اليوم تخطو خطوة نحو التحرر من شياطين موسكو فإنه أيضاً تجسيد العدالة فيما يتعلق بجوائز أوكرانيا المستقلة التي لن يرتديها أولئك الذين خانوها وهو أيضاً تجسيد للعدالة تجاه الأبطال الأجانب الذين يدافعون عن أوكرانيا في الجبهة ويستهقون الشرف الأوكراني والجنسية الأوكرانية هذه هي العمليات الحتمية التي أطلقناها اليوم هكذا يتم تغزيز الاستقلال يجب أن تكون هناك حدود قوية بيننا وبين العدو ولا تكون هناك جدران بين الأوكرانيين لأن أوكرانيا موجودة في كل واحد منا والاستقلال في كل واحد منا وعندما نكون متحدين نحن قادرون على الانتصار وقد ثبت ذلك في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 وأثبت ذلك عام 2022 وعام 2023 وهذا العام يثبت ذلك أيضاً لقد صمدنا وكبخنا العدو وكبخنا جماحه وصددناه وها نحن الآن نفعل ذلك في أراضيه نحن نعرف ما هو الاستقلال وما مدى صعوبة إخيائه وكم هو صعب الدفاع عنه لكننا نعلم أن كل شيء يعتمد علينا نحن نعرف كيف يبدو الاستقلال في الصباح يوم الرابع والعشرين من شباط عام 2022 كان الاستقلال في عيوننا واليوم الاستقلال في الخنادق على جميع الجبهات إنه في مدننا وقرانا في كل تطور عندما نظهر أفضل ما في أنفسنا ونجد أوكرانيا في أنفسنا ونقاتل من أجلها الاستقلال اليوم له هيون متعبة رأت أشياء كثيرة والاستقلال يبتسم عندما ينجح الأوكرانيون والاستقلال يصمت عندما نفقد أبناء شعبنا والاستقلال يتعاحد بعدم نسيان الأبطال الذين سقطوا والاستقلال له طعم الدخان والغبار في ساحة الماركة وفي الحياة المدنية والاستقلال هو النزول إلى الملجأ في أوقات الإنذار ليقف وينهض مرارا وتكرارا ليقول للعضو لن تنجحوا ولن تنتصروا وستكونون مسؤولين عن كل شيء هكذا نشعر بالحرية هكذا تبدو أوكرانيا وهكذا يبدو الاستقلال وهذا ما يبدو عليه صوتها عيد استقلال سعيد أيها الأوكرانيون والأوكرانيات المجد لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر